القائمة المحلية كمان الاهلي اعلانها والقائمة المحلية هي الحد الاقصى فيها 25 في خمسة من مواليد 99 و 2000 دول بيتسجلوا مع قائمة 2001 مع بطولة 2001 ويكون لهم حق المشاركة مع 2001 في بطولة 2001 او مع الفريق الاول كانت السنة اللي فاتت 25 لاعب الفريق الاول وخمسة من مواليد 99 و 2000 فخدوا الخمسة لتسعة وتسعين الفين حطوهم مع قائمة 2001 علشان يسمح لهم بالمشاركة هنا وهنا ياخدوا فرص للعب اكتر فبالتالي القائمة المحلية للاهلي فيها محمد الشنوي وعلو لطف ومصطفى شبير طبعا بقيت العناصر الشباب متسجلين مع قائمتهم اكرم توفيه ومحمد هاني وكريم فؤاد ومحمد عبد منعم وايمن اشرف وياسر ابراهيم ورامي ربيعة ومحمود متولي ومحمد مغربي ومحمد وعلي معلول وقاليو ديانج وعمر السلية وحمدي فاتحي وحسين الشحات ومحمد محمود وطاهر محمد طاهر وبرس تاو وزياد طارق ومحمد مجدي افشا وسابيو واحمد عبدالقادر ومحمد فخري وعمار حمدي ومحمد شريف وحسام حسن وشادي حسين ومحمود عبد المنعم كهربا وعبد الرحمن مانو ووليد مصطفى هنا كهربا موجود في القائمة المحلية وده الاهم لان القائمة الافريقية انت مش هتلعب قبل القيد الجديد الا مباراتين بتاع اكتوبر في دور الاثنين وثلاثين تدخل دور المجموعات يسمح لك باستكمال سبع لعيبة ان شاء الله يبقى فيهم كهربا ويبقى فيهم بقية العناصر سواء اللي انت هتجيبهم او العناصر اللي انت تحتاج تدعيم القائمة الافريقية تاني بيهم بعد كده ايضا محمد نصير متسجل محلي لانه عدد من لعيبة التسعة وتسعين والفين دول متسجلين ضمن الخمسة المسموح بيهم هنا وهنا ارجو ان المسألة تكون واضحة لانه عدم قيد كهربا في القائمة الافريقية عمل جدل شوية سألت الكابتن سيدة عبخفيز مدير الكورة فقال ما هو كده كده متسجل محلي فعلى ما يجهز انت في القيد المحلي او في القيد الافريقي بتسجله في القائمة التانية ده كان اخر ما حدث بشأن القيد ترجمة نانسي قنقر